يا ترى مين اللي بيجي لهم تاجعيد بدري ومين اللي بيتأخر عندهم التاجعيد ويا ترى ايه علاجة تاجعيد ديت وايه الحل معيها ده اللي هنعرفه في الفيديو النهاردة تابعونا لنهايته واتنسوش تعملوا لايك ولو اول مرة تشوفوا قناتي ياريت تشتركوا فيها وتفعالوا الجرس عشان ينصلكم كل الفيديوهات اللي بنزل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم من جديد معاكم الدكتورة ايه طبيب تمراض جلدية يا ترى مين الناس اللي بتتأخر عندهم التاجعيد ومين الناس اللي محظوظة وفعلا بتتأخر عندهم التاجعيد هم الناس اللي بشرتهم صمرة وبشرتهم دهنية ممكن التاجعيد تبقى على سن الخمسين سنة اما بقى بالنسبة للناس اللي بتجيرهم تاجعيد بدري فاللونهم ابيض وكمان بشرتهم جفة دول اكتر ناس بيكونوا عرضة للتاجعيد المبكرة طب وعلاج الامر ده ايه اول حاجة لازم واقي شمس خصوصا مع تعرض لاشعة الشمس سواء صيف او شتا نستخدمه قبل ما ننزل بتلت ساعة واتكرر كل ساعتين كذلك لو هنتعامل مع فرن او هنتعامل مع شاشات الالكترونية زي الموبايل او الكمبيوتر برضو مفروض ان احنا نستخدم مواقع شمس تاني حاجة الترتيب ضروري جدا جدا خصوصا الناس اللي بشرتهم جفة او بشرتهم عادية مفروض ان هم يرتبوا باستمرار حتى كمان اللي بشرتهم دهنية بيرتبوا برضو بس بنوع معين من الترتيب بيبقى في صورة جيل او في صورة لوشن المهم ان هم بيبقى ترتيب في شكل سائل شوية وخالي من الزيوت يبقى من تاني الناس اللي بشرتهم فتحة وكمان بشرتهم جفة دول يحفزوا على الترتيب وواقي الشمس من بدري جدا جدا ممكن كمان من بعد فترة البلوغة عشان ما يحصلوهمش تجايد مبكرة على سنة العشرين حصلت التجايد ومش عارفين ايه الحل و ايه اللي مفروض يتم اولا عندي نوعين من التجايد تجايد مع تعبيرات الوش ودي ساعتها بيبقى علاجها بوتوكس وغالبا بتكون في في التلت الاولان من الوش في التلت الاول او التلت اللي فوق من الوش اما بقى التجايد اللي هي بتبقى مع اه سبات الوجه يعني مجرد بس ما فيش اي ضحك ولا في اي تعابير خالص بيبان ان في خطوط فساعتها دي بيبقى علاجها عبارة عن حقن الفيلر وغالبا الفيلر بيكون محتكر التلتين اللي تحت من الوجه اما البوتوكس محتكر التلت الاول او التلت اللي فوق من الوجه بس في حاجات دلوقتي بدأت انها تقلل كمية الفيلر المستخدمة زي جهاز القلسيرة وجهاز الهايفو من التقنيات الحديثة اللي بتشغل عن طريق الموجات الصوتية في رفع الوجه وفي كمان في فرد التجايد اللي بتبقى موجودة ومن الحاجات الكويسة جدا. كنت نزلت الفيديو قبل كده اتكلمت فيه عن الهايفو وايه استخداماته وايه طريقة الشغل بتاعه برضه هسيبهلكم في صندوق الوصف وفي اول تعليق وبص عليك. دا كان فيديو النهاردة يا ربي يكون عجبكم ما تنسوش دعموني بلايك شير لاصحابكم شير على اي جروب على الفيسبوككم. وافكركم كمان ان متاح حاليا الاستشارات اونلاين عن طريق الواتساب بس بلكم الرابط في صندوق الوصف وفي اول التعليق. وكمان هيظهر لكم دلوقتي على الشاشة. للي حابب يتابع معي عن طريق الواتساب ببعت له تفاصيل الكشف كلها. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.